موسيقى مساء الخير سياسة بمفهومة ديّة اليوم بتاخد استراحة لنطل على الإنسان بلبنان على مشكلنا الكبيرة لنفتح مساحات للإبداع للحق المهدور بكتير من المطارح لجمعية تختلف عن الجمعيات اللي عم نسمع عنا كتير بتاخد ملايين من وزارة الشؤون الاجتماعية ما منعرف وين بتقدم هذه الملايين جمعية أسستها سيدة غيدة رباط واليوم منشوف أن مئات العائلات تستفيد منها الليلة نطل في هذه الحلقة على العمل الإنساني وبشرفني كتير أني ابتح حلقتي وأستضيف الوزيرة السابقة منعفة شمسر الخير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وميرسي على استطافتك لإلنا بحب افتتح معيك حلقة إنسانية بإمتياز لأن بعرف قدي اشتغلتي وكيف بتشتغلي وبعدك مستمرة لهذا العمل الإنساني أنت من الأشخاص اللي كانوا فلتي تشوت بالسياسة مظبوط ضليتي عم تشتغلي بصمت دون فعلا بهرجة واستعراض بكل شي عم تعمليه وأنا بالصدفة يمكن عرفت قدي الشيغلة للسجون اللبنانية وحبينا نحط يدنا معك لأنه منعرف قدي عم تقدري تعطي وانتي شخص لحاله يمكن بس أكيد عندي ناس بتوسع كثير بس عنا جمعية يلي حيث أن أنا مظبوط فلتي تشوت جديد يعني أنا جاي من المجتمع المدني يلي اشتغل على حقوق الإنسان على حقوق الطفل على حقوق المرأة وكان أهم شي من بعد أنا بمؤسسة الأب عفيفا سالاني تعرفت على الأب عفيفا سالاني كان يلمي الولاد عن الطرقات بلشت معه وبعد ما توفى مع لجلي كملنا نحنا نشتغل اشتغلنا على الأولاد زوية الحالات الاجتماعية الصعبة يلي موجودين هلأ بالفنارس اشتغلنا على الأولاد الشوارع يلي كان الأب عفيفا سالاني يخدهن هول سامون شكل سباز وسنة 2004 قالونا تعووا اشتغلوا معنا بالسجن كان في جمعية بدأت فل وقالونا أنتوا أكتر شي بتشتغلوا على الأولاد متل ما احنا اشتغلنا علىهم بالسجن وما قدراك شو كانت ماذا قلت له أنا بدأ أطلع شوف شو العمل ما قالك محامية يعني أنا محامية باش ما بتعاطي أشياء هالإشياء يعني بقى طلعنا تنشوف طلعت أنا ثلاث قعدة من الجمعية بقدر إليك أنه ظهرت كنت صاخنة كنت صاخنة كنت عم ببكي اللو مش معقول يعني أنا الزريبة حيوين ما بحطهونيكي هيدا سجن الأحداث عميك يعني هلا بقولوا لك بناء الأحداث بس في جناح الأحداث بهالبناية هيدا كله وشفنا وضعيتها الولاد وحايتا مشكولة الوزيرة ليلة الصلح يلي قصدتها وقلت لها تطلع في هيدولو هولولاد ما عندن حدا أهلون تركينون ما بدن يتعاطو فيون مرزولين من الكل المجتمع ما بدوني بس ما نعطيهن حياة أبسط شي عادية نعمل لهم فرشة نعمل لهم تاخت نعمل لهم حرام نعمل لهم لبس يعني بس سجون ما في فرشة وما في تاخت والله وقترح في 2004 كان ما في لفرشة وإذا كان لأقولك شي على كذا أولاد شي عشر فرشة يعني ما كان في فرش كافية كافية ما كان في حرامات أهلنا الحبس كله جنيح الأحداث وإمنا لهم كل شي حتى إمنا لهم برادات صغار إمنا لهم يكون في مهاوى بالصيفية تحتى يقدروا يتنفسوا مضبوط كان فيه شغلة واحدة ما كنا نقدر إلا بعد أربع خمس سنين ما اشتغلنا يعني كان الطافل عندهم قواد اقتزاز كبير ولما يزل لحديد هلا كان عندهم قواد وكان عندهم حمام حمام مكشوف على الكل ما بيسكلوا قلتلهم شوية انتميتاء شوية لهالولد يعني معقول شوية كرامة قال لأ نحنا إذا كان هايلا ما بنعمل شو بيعمل جوه قلتلهم ما عليش واتبتركوه من بعض الظهر واتفل الإيكيب تبعيتنا تكبع المؤسسة بفل الساعة انتين من هالبنية نحنا والحركة الاجتماعية شو بيعملوا هولي القعدين من الساعة انتين ونص لاتي بعض الظهر لتين يوم عبكرة اثمين ونص تعييج الفريق تبعنا شو بيعملوا هولي عدنا أربع سنين ونص صراحة انت حتى قبلوا انه نحنا نخط كل وزون قد نسكر لهم بهم لحد ما قدرتوا تسكروا الحمام استقلنا سكر الحمام حقيقة عيشي كانت غير اعتيدية وانا بدي اكملها بدي اشكرك حقيقة على الاحرمات اللي اعطيتنا ايهم نعيب الشوم ورحت وزعتهم انا صار اللي كان مدى ما بطلع بصورة متواصلة بالأول كانت مرة بالجمعة اطلع تحت تكون ايربون تحت نشوف شو بدهم نعني عند فريق عمل متكامل ومتخصص تخصص بكل بكل اشياء نعمل لهم التأهيل الاجتماعي التأهيل النفسي الدعم للمدرسة المحو الأمية كل شي بنعمل لهم اليوم بقلك وقت طلعت حقيقة هذيك المرة يعني كان مأساة وكان صالة مدى ما طلعت ابي كدشي طلعنا عم نعطيهم هالحرمات شفتوا نهار شتوا ببروا ساعة بقمصان بلك ببي لأ معنى تيب يعني معنى بيقلولي في تيب بس رح اقلك شغلي يعني نحنا ما نأمن تيب نحنا ما نأمن كل شي ويأخذ هيدا الحدث وبيلبس تنفطد تيب وبدو يفيل أخلاس سبيل أو خلص تنفيذ محكميته بدو يخدهم هول معنى طب نرجع نأمن طب قديش بدو يكون فيه على طول على طول هلا اليوم تنفطري العدد صار هايل عنا يعني عنا اليوم بحدود المية وستين ولد مقيم جوا هولي بـ 12 غرفة بقى شوف الاقتزاز شو عامل شو هيدا عمل بيخلق من انحلال نفسي انحلال خلقي مشاكل سلوكية بسكروا عليهم بعد الساعة الثلاثة يعملونهم التعدير وبحطوهم بهالغرف كيف بناموا بتقليلي بدو يناموا يعني بناموا كيف ما كان فيه ثلاث طوابي فيهم اوقات ما بيحبوا يعدوا فوق بحطوا الفرش على الارض ومتركين هيكي هؤولي خلينا نقول اليوم كل واحد الجرم العامله بيختلف عن الاخر مضبور بس الاكترية محكمات كما ايه محكمين لفترات طويلة لفترات قصيرة شو وضعون؟ انا رح اقليك شغلي قبل كل شي هؤل الأحداث الموجودين المية وستين ولد اتنقول مجرسه موده مية وخمسين بيطلعوا بيزيد هالو العدد هيدول هالولين مخلوطين كنون سبع في عندك الموقفين في عندك المحكمين في عندك يلي بتعطى مخدرات في عندك تاجر المخدرات كله مع بعض كله كله مع بعض فيه يلي معه الارهاب يلي بتعطى ارهاب او بظنه انه هو كان مع الارهاب عندك المدمنين على المخدرات شو قاعد يعمل المدمن مع المخدرات بالسجن؟ هيدا مريض هيدا يبعت على مؤسسات ولا سوق الحظ للأحداث يعني اللي هن دون 18 سنة ما في ولا جمعية بتتعامل مع يعني لحتى يأهلوا المدمن على المخدرات بياخدوا الأحداث ليش؟ لأن اليوم يلي بد يروحي ويعملها العملية التأهيلية كلها بد يكون ويعي بد يكون مدرك بد يكون راشد القاصير ما بيدروا يقول انا ولا بد يروح لكن ما عندي انا جمعية اليوم حيث نقوم النور ساعدتنا انه اخدتي لعمره 17-18 سنة في اصغر من ذلك مدمنين؟ في عنا للأربعة عشر سنة وقوت في عنا شوي اقل وقت ما بيكون في عدد يعني للمعاهد الإصلاح برا يقدروا يستوعبون لهالوليد لسوق الحق كلهم موجودين بين بعضهم هذا بعلم هيدا وهذا بيقول له هيدا بدأ قصلك شو بيصير بدراستهم؟ يعني بعرف انه برا سجون اللي بيكون فيها بهالعمر بيعلمون مهنة او حتى بيكفي دراسته الولاد شو بيصير؟ راح قللك شغلين نحن وقت بفوت لهالحدث على السجن نحن كمؤسس الأبع في فعسيران عند الفريق العمال في المساعدات الاجتماعيات يلي هن بيخدوهم كل واحد من اي منطق جاي بيخدوهم بيقولون هن وين موجودين بتعرف هيدا اللي جايين عن الطرقات من عيال مفككة من عيال ما يقوس منا ما بدون يهن اهليون ما بيطلوا عليون نحن مضطرين متوخزين نتفعلهم تحتا نقللهم تاعشوفوا ليه تكون يعني بقى بيخدوهم وبعيشوهم بهال مجموعة يلي بدوا يعيشوهن هن يلي ما كانوا غير منضابطين هن عاملين النظام على حسابهم بيقولون هون فيه انظمة هون فيه اشياء بيكون تمشوا عليها بيضل انه يكيبهم تقريبا شهرين ثلاثة حتى يتأقلم هيدا الطفل نسميه الحدس على الطفل وخاصة انه هو ما بيعرف ليش وصل على الحبس انا بعرف كتير ولاد مثلا وقت كنت احكي معوني يقولولي طب انا ليش بالحبس برا ولد قلت له بتعرف انت ليش بالحبس قال لي لا ما بعرف انا بقولولي انا اعتديت على ولد ما عارف شو كلمته اعتدى جيب لالفسيكولوجيا اللي عنا قلت له بتفسيه شو يناعتدى قال لي يلي عملي يحو بالمدرسة يعني هو ولد معتدى عليه هو معتدى عليه وافتكر انه هيدا شي نورمال اعتدى على ولد تاني هو لقطو هدك ما لقطو بقى شفت كل واحد نعود منفسرهم في بيطلعوا محاميات من عندنا من فريق العمل بيطلعوا بيقولولهم شو الوضع في المعالج النفسية في المساعدات الاجتماعيات الموجودين يلي بيشتغلوا على الولد بهالعملية التأهلية تحتى يساعدون الاندماج بالمجتمع وعنده فريق المحاميات يلي هن بيتابعون لهم قضاياهن حتى بعد انه يظهروا من الحبس تحتى تخلص القضية تبعيتهم ولكن وقت بدوا يظهروا من الحبس نحنا في عنا مراكز اندماج اجتماعي برا يلي هن تابعين عندي ببيروت يلي هن اخدين بيروت وجبل لبنان مع مساعدات اجتماعيات موجودين هنيك عندي بجنوب صيدة بتغطي منطقة صيدة وصورو النبطية عندي بترابدوس هلا عم نجددها الكن بالاول وانكن صار في الحوادس وقفنا شوي تحتى كل الولد بيظهر منجيبه منحطه منشتغل علينا انه بكون عمل هلأ برنامج حيات لقاله كيف بدوا يعيش كيف هذا من بعد ما نحنا نعمله في عنا متخصصة للمحو الأمية عنا خمسة ستين بالمية كلهم عنا الفابات ما بيعرفوا لا يقروا لا يكتبوا فعنا تدعيم دراسي من دعمه الدراسي في الحركة الاجتماعية وهي شو هي الحاجة وليلي أكتر اليوم شو هي الحاجة تفهمت منك أنه ما في جمعية بتهتم بأحداث مدمني مقدر لأنه خليليك اليوم إذا منشوف وضع الجمعيات بلبنان تقريبا أكتر من 200 مليون دولار بتاعتي وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعيات ما بنعرف هالأموال وين بتروح إذا وضع السجون هيك يعني سؤال يطرح هالسيدات اللي عندهم جمعيات يعني ما بيخجلوا كل هذه الأموال هالقد في حاجة لحد اليوم في تساؤلات هل هيدا مال سياسة هل هيدا مال ما في مليحقة كيف بينصرف عم تشوفك عم تتحكي بس عم بتجيب عم بتجيب كل شي في مختص بالسجون هلا في وزارة الشؤون هي بتعرف وين متوزع لأن في حاجة بالبلد على أكيد بتعرف لأنه في وقال مال سياسة وفي فساد في هذا الملف أنا بقلك الوزارة بتعرف هلا بتغض النظر ما بتغض النظر بتعطي له هيدا ما بتعطي له هيدا بس أنا بستحق لك شو بتعطيني وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يختص بالاندماج الاجتماعي لأن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تدخل إلى السجن هي بتتعامل مع وتبي يظهر الولاد إنه نحنا عنا تنفتد على 52 نحنا عنا عائد على 52 طفل يعني نحنا منتبعهم برا تحتى منتبعهم مدة سنتين منتبعهم برا على 52 ولد بس إفكتيف ما ما بتغطي له 52 ولد أنا عندي 160 ولد اليوم هول عم لحقهم برا الفرق من وين عم لجيبه معقول قوله إنه أنا والله ما معي مصاري ما بقدر ليحق ليك ما بقدر بدفع ما بقدر بدفع أسيستان سوسيال زيادة ما بقدر إلو إيها دونك هايدي هايدي مثلا بإليك هايدي في حاجة مهمة لإليه نحنا اليوم كجمعية ما قدرنا نفتنا على يعني ما رحنا على على البقاء لأن بالبقاء في عنا تقريبا شيء أربعين بالمئة من الولاد جيين من البقاء وخمسة واربعين من الشمال والبقية موزعين لغير مناطق طيب أنا ما مغطي ما قادر غطي لأم ما معي أمويل يعني كهيدا يعني اليوم بتقليلي ميل سي يسمى يصطف لهونيك بس في حاجات بالبلد لكل فئات معينة ولكن وزاة الشؤون لا تدخل إلى السجن وزاة العدل هي اللي عم بتغطي شوية قدر المستطاع يعني ما رح قل لك شو يعني عيب قل لك قل لك حال السجون إذا بدك تعملي مقارنة إلتي لي بالألفين واربع قد كنت الحالة سي لا هلأ صار فيه كتير تحسين قبل كل شي صار فيه شوية أنسني يعني صار فيه إنسان أبل أول أبدا أنا عم قل لك حالة حالة هلأ عندي يعني رح قل لك شو أكتر شي بيجبونه مثلا بالأكل وقعتين بنهار يعني وقعها بكرة ممكن يعدوا 7-8 ساعات تجي الوقعة تلين هاي وقعات تانية بين غدا وبين عشا وهات العشا قدر بني أساع بنوا ناكلوه سيحطوه بالبراد ما بيدوا يصخنوه يعني عفوا ما فيه تربيئة غدا عشا لا ما فيه ثلاث وقعات هالي لا فيه اتنين وجيه ونحن عالطول متشكة منا قبل كل شي بالنسبة لأولاد هاي دولي يلي بده يكون عمل ينمو بده يكون عندهم تنوع بالأكل وبده يكون فيه نوعية معينة ما فيه منا هايديك من ناحية الكمية قد ما بديك خده بس من ناحية النوعية أبدا بعدين في عندك تنفطرد نظافة برشوه مثلا فيه رش تنفطرد بصورة متقطعة هايدي ما بيصير هايدي بصورة متقطعة بعدين في عندنا والأهم من هايدي حتى يقدر ننشي نحنا بالاندماج الاجتماعي ونعملو هالعملية التأهلية الإصلاحية للولادة يقدر يظهر لبرا ويقدر يعيش نحنا بده يكون عنده فريق عمل متكامل أنا فريق عملي متخصص كتير منيه نتعاون نحنا والحركة الاجتماعية اللي عبتعملن تدريب مهني بصير ولكن عبتعملن تدريب مهني تحت تتمكنون في عندنا الإدارة الحبسة اللي كمان هي عمل تعطيهم تدريب مهني ولكن اليوم انت وتتعملن هيدولي إذا كانوا تنفل نحنا المجبورين ننفل نحنا أوتوماتيك ما وحد ونص بدون يظهروا من السجن ساعة وحد ونص الساعة الثلاثة بيعاموا تعداد يعني قبل حطوهم بالغرف بعد دون اليوم أبروبو هولي الحرميت إجوا سمحولن إنه يعطوهم بعد الوحد ونص ساعة يشوفوا الشمس كل يوم لأن بيظهروا مرة بالجمعة شوفوا الشمس لأن ما عندهم مطرح يلعبوا ما عندهم مطرح يتنزهوا مرة بالجمعة معقول؟ نعم مرة بالجمعة يعني شي مأسئس الوحد طلعوا شوفوا رفعت هذا الكلام الوزير الداخلية رفعت كثير رفعت من مسؤول عن السجون اليوم وزارة العدل اليوم مسؤول هني وزارة الداخلية بعدها عم ينقلوها لوزارة العدل هلأ اتنين عم يشدوا حيلون يعني تحتى هيدا حايتا وعملوا كتير اشياء بس أنا اليوم عندي هيدا النقطتين اللي بدي بليز شد علي نحن وقت بيظهروا هالفريقين المتخصص يلي عندهم فريق متخصص وعامل وفعال هونيكي مين بيجيبوا مطرحون تعرفوا مين بيجيبوا بيجيبوا هلأ نشهر الله انه اليوم صار فيه انه الدرك هني للحمية والحراسة بيعدوا برا ما عاد فيه احتكاة كتير بينهم وبين السجنة بس اليوم مين بيجيوا مطرحون بيجيوا مطرحون محبيس قالوا لنا انه هولي تأهلوا بيجوا بحطوهم تحت هني يرقبوهم لتن يوم عبكرة عمينا ما لا يعمل قال هلأ الساعة خمسة وقت بيسكروا عليهم كلهم هولي بتسكر عليهم طلبت انا انه بدي ما يتسكر عليهم هول جيين بالمراكز الموجودين بالحبس بعثوهم على الابني مطرح ما هن الساعة خمسة طالوا هم سكرين عليهم ما بيقدر يظهروا ده شو قاعدين هونيكي في علامات استفهمت حتى ما يصير فيه قال وقيل وتأويل هيدا عم بتحكي انه ممكن يكون فيه اعتدائيات عم بتصير كمان ما بعرف فيه اعتدائيات بس انا ليش قاعدين هون يعني هاليوم انا بدي حط سجين هو يحروا سجين تاني ما هدا بيعرفوا قد ما قلتي ليتأهلوا قد ما قلتي ليشتغلوا عليهم علما انه يعني نحنا عم نشتغل كمان معهم بالاول كان فيه شوية احتكاك بس هلأ صلنا مدة من الزمن انه صار فيه كتير تواصل بس بعدين بتأهله انا ما بأهل واحد واثنين وعشرة وخمسة عشرين انا بدي اهل اكيب بار اكيب يعني خلين ينزلوا انا بدي يتأهل هالسجين الكبير يعني القاعد فوق بهالحبوسي بس ما بحطوا يعمل نظارة ويرقب لي ويعمل اكيد يعني هو بتعرف بيقدر يعمل يلي بده بغياب الرقابة يعني ممكن نحنا كجمعيات نعملها فيه اهل اكيد سألنين عن ولادهم ليلي كتير ليلي كتير بتعرف قبل كل شي رح اقليك شاغني هول الاهل فقروا تعتير تحتى يجوا من ما اماكن بعيدة بل يحطوا مصارف كتير ما عندهم امكانيات عم نضطر نحنا وقت نقدر نعملون انو نحنا نتفعلون تحتى يجوا يشوفوا ولادهم تاني نقطة في عنديك الاهل ما بدون ايهون ما بدون ايهون الهول واصم تعارق اجوا من وين مش منكن انتو يا اهل مش من انتو يا مجتمع كمان نحنا ما نضوّل المجتمع ونتمنع هالمجتمع انو يتلقفوا وتيظهروا لبرا ونقدر نحنا نشتغل عليهم واشتغلنا عليهم بالسجن واشتغلنا عليهم برا منذ سنتين انو يخدون وشغلون حيثا اليوم بالنسبة للقضاء كمان بدي ايه لك نقطة مهم جدا انو احنا عم نشتغل مع السيد الخضايا اللي كتير عمال يتعاونوا معنا لان الانون اللي نوضع واللي كنت انا احد وضعي يعني طبقني ولاقينا انو في كتير صغرات وطلبنا هلأ تعديله بصرنا يمكن شيء من الالفين واثنين اللي هلأ بقليك ونحن نطلب تعديل وتعديل تحتى نؤمن اقل حق لهالولد بالدفاع عن نفسه من وقت ما بيلقطوه مرورا بالمفارز والمخافير تحتى نوصل عند المدع العام تحتى حول عند المستنطق تحتى اس المستنطق ببدو يوقفو بدو يبعتو عالحبس يبعتو عالحبس يا ما فيه ولادي بيوصل لعنا بقلونا انا وقفوني طنفن من عشتيين طيب حبيب وين كنت انت قابل ما منعرف وين كان نحن كمؤسس الأبعسان ما بتعرف هالاشه الا وقت بيوصل هالحدث وبخبر هو سلم نفتش نحن وين بس فيه تعاون جد وصيق حيثا نحن مع وزاة العدل بهالخصوص لملاحق كل شي بضر بهالحدث بس بعد فيه صغرات كتير مهمة استاذي مونة ديش خدمك عمليك وزيرة هيد الفترة اللي كنت فيها بالوزارة دي عطيك منصة اكتر لتقدري تخدمي وليه ما قدرت تعملي تغييرات جزرية لما وصلت لأعلى مركز بتوصلوا سيدة بلبنان اذا كان انا تحمست كتير تحت اعمل وزيرة وقبلت اعمل وزيرة هي انه حتى براسي انا في حقوق للطفل في حقوق للسجون وفي عندي حقوق للمرأة قلت انا هلا يلا ما بقدر بعمله برا وبصرخ وبعيه هلا بطلع بايدك خلي بايدك جوا وبحكيهم مثلا على السجون ايه راح نعمل سجون انا بقلك تنفترض اشتغلنا مثلا على اقراركم في سجنين اليوم عنا اقتزاز هيل بالسجون يعني سجن رومي اليوم الي هو تعمته يستوعب بس 1700 سجين اليوم فيه من 3500 وساعدا نقص بالاطبة المتخصصين نقص اوقات بالادوية يعني بس نشكر الله هلا وضعت على السكة تعاون بين وزير الدخلية ووزير الصحة يقدر تأمنونهم هالاشية هالنواقس عند الوزاة الصحة كان فيه عدد هيل من الاطبة يلي قاعدين ما عم بيعملوا شي فائد بدين بيبعتون هلا بدي اشتغل كمان على وزاة التربية يبعتوا كمان للمحوم الأمي والتأهيل والتدعيم الدراسي هايدي خاصة عند الأحداث عند الأحداث والسجون انا بشتغل على الكبار وبشتغل على السيدات بس انا رح اقلك شغلة وحدة انه اليوم اليوم في عنا كتير صغرات عم نشتغل عليها وكنت انا بالوزارة قال ما نعمل سجنين انا اوكي قلب الجنوب وبالبيد الشمال نحن بالالفين كنت انا بالالفين وعشر والالفين حداعش هايدي خلي نوم 2017 بعد ما في شي ما في شي مع انه بتذكر وزير الدخلية وهذا المشنوع اول ما عمل وزير الدخلية قال انه اولوية من اولوياته ستكون السجون هلا عبقوله انه وعمل محاولات بتذكر كتير انه يجب مال للسجون ويشتغل خارج القيود الإدارية يقدر يحسن هلا عب يشتغلوا فيه مبلغ معين من المال حتى يعملوا سجن كبير بس مش هيدا المطلوب اليوم السجون بده يعني ما عليش اسكن بيجيبوا خبرهم بره ويشوفوا نحن ما نعمل عمية تأهلية بهالسجن ما ننأهل هالسجين مين ما كان الكبير وصغير والسجين والآخرين وبدنا نحن نجرب نشتغل عليه حتى يقدر هو يغير نمط حياته يلي كان بره ويقدر يظهر لبره ويشتغل أنا اليوم بدي أهل هلا هلا ما بقدر بعمل أنا شغل لأنه أهل هالسجين ولانه ست سبع تشه تحته وتبدو يظهر من محكميته يقدر يروح يلاقي عائلته هذا يلي ترك عائلته صده سنة وسنتين وثلاثة كيف بديوا يعود يرجع هلا ليس ما بيخدوا السجون النص مفتوحة بحطونا 3500 سجين أو 1500 سجين ليش ما بيعملوا السجون الصغير كما مثلا عملت بالزحلة رغم أنه فيه اقتزاز كتير كمين بالسجن الزحلة ليه ما بيعملوا سجون مثلا 300 شخص ها ديقدر هالعملية التأهيلية الإصلاحية تكون نافعة تكون نافعة ونقدر نقدر نشتغل عليها في كتير اشياء بدي أشكرك قد ما أنت نافع على المجتمع بدي حقيقي كتير لعملك الإنسان اللي متل ما قلت بصمت كبير بتقوم فيه نفتخر فيك جدا استازمونا عفاش وخلينا أقول إنه قدي في حاجة لجمعيات وقدي في مجال العمل بلبنان العمل الخيري الحقيقي قدي واحد بيقدر يستخدم وقته بأنه يساعد أكثر وطاعته ومعرفته وجدرته لأشياء هيك وقدي في عنا ويست قدي في عنا حذر بالطاقات وقتلها الأدحل والعمل الاجتماعي حقيقة قديش الفرح الواحد الفرح وقدي أنا بيقدر بنقذ ولد أو بيقدر خلص ولد أو بيقدر قرب عيلي لها الولد تحية لما عليك بالعمل الاجتماعي أنت مفخرة شكرا كتير إليك ولح تنضم إلنا رئيسة جمعية Open Mind صديقة بفتخر فيها كتير غيدة رباط اللي عم تشتغل على مسألة التوحد وأيضا بدي رحيب دكتور روز ماري بستاني معا أيضا من جمعية Open Minds هذا كمان مجال اليوم أطفال التوحد بلبنان في ولد على كل 86 هلأ دكتور روز ماري بتصلح لي بقوله 60 أنا وظهر كل ميلة عم توطع كل حال للنسبة يعني عم بيكتروا أكتر لأنه عم بيصير سبكترم أوسع أكتروا صار يعرفوا الناس كان بالأول مخبّينهم ما يعمل شيء وبدأ إليك شغلة مشكورين إنتوا وبدأ إليك لو ما هالجمعيات الإنسانية الموجودة ما بعرف وين كان صار لبنان اللي عبتقوم بهالحمل مطرح الدولة معلش كل ما أكتر عم نتعطى بهالمجال كل ما عم نعرف أدي الحاجة هي كبيرة شكراً إليك أستاذي منعفاش منشوفك مجدداً عكل حال أنا حابة يكون في صور من السجون أنت الناس تتفاعل وتساعد وتتذكر أنه اللي بشر بكرة منحكين نشوف إذا كان بيعطونا الإذن نعملون هيك ياريت نقدر نسوي شكراً إليك بعد الفاصل مشاهدينا بينضموا إلنا لكين غيدا ودكتور روزماري من Open Minds ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى مساء الخير لو تعرفوا قديش قلت مساء الخير وصباح الخير لابني ليجاوبني ولو بنظرة وقديش لما كان يتطلع فيي ولو مرة كنت حس إني ملكت الدنيا أشياء بسيطة بحياتنا اليومية مثل نظرة التفاتة بسمة أو كلمة كانت بالنسبة إلي لما أشوفهم بعيون ابني ولا عشفافه هدية ما بتتمن لما خلقت Open Mind فتحطنا بواب على المستقبل وعلى تغيير نظرة المجتمع من عشر سنين كان عنا أمل بلا طريق وطموح بلا تخطيط وإرادة بلا إنجازات أما اليوم فالأمل صار تخطيط والطموح صارت إنجازات ومن سنة كنت بحسي أني أم لولد واحد عنده توحد اليوم بحب لكم أني مسؤولة عن كل الأولاد اللي متلابني كريم عشرة بالمية من سكان لبنان عندهم احتياجات خاصة عشرة بالمية بيستاهلوا المجتمع يعطيهم عشر متار بحجم غرفة بمدرسة عادية بتتقبل اندماجهم عشرة بالمية بيستاهلوا واحد بالمية من الوظائف لتصير قدر الإمكان مستقلين ويحصوا حالهم مواطنين قلهم كرامتهم مثلهم مثل غيرهم واللي بيشجع هو أنه بلبنان شغل الجمعيات مع دعم المجتمع عم بيخلينا نحقق أهدافنا وأحلامنا نحن بـ Open Minds 21 شخص خمسة مننا بس ولادهم عندهم احتياجات خاصة يعني أكتر من ثلاثين الأشخاص بالجمعية ما عندهم ولاد بها الحالة بس معنيين ومهتمين وعم يشتغلوا ليغيروا نظرة المجتمع ولولاهم ولولاكن ما كنا قدرنا نحقق هالإنجازات إذا فيه هيك تلتين بـ Open Minds يعني لازم نسعت يصير تلتين المجتمع معني ومهتم وهيدا هو التغيير الحقيقي اللي عم نحلم فيه حتى ندعم هالتغيير كلنا سوى الليلة بطلب من كل مين عنده ولد ولا بيقرب ولد أو بيهتم بولد عنده ذوي احتياجات خاصة أنه يوقف لنبرهم أديش نحن فرمزين بولادنا أولادنا هالولاد الميزين هالإبنت السعادين فيه وراهن جامعية بتفكر بالولاد متل ما بتفكر بولادها وبيصيروا مثل ما قالت غيدا رباط كل الولاد كأنه عندهم أم وحدة هي هالأم اللي بتحس بمعاناة يمكن لأنه هاد المعاناة صارت بقلب بيتها بدأ رحب فيك أهلا وسهلا فيك غيدا رباط رئيسة جامعية Open Minds بدأ رحب فيك دكتور روز مادري بستاني أهلا وسهلا فيك خليقول أنه حضرتك بروفيسور طب الأطفال واليافعين والكيميا الحيوية وعلم الوراثة الجزئية بالجامعة الأمريكية أكيد عندك خلينا نقول اختصاصي أكتر من ذلك رئيسة فرع الأمراض العصبية عند الأطفال أيضا مديرة برنامج علم الوراثة العصبية وعيدة الأطفال المميزة في الجامعة الأمريكية في بيروت وسابقا أنت كنت بروفيسور بطب الأطفال بجامعة ديوك أهلا وسهلا فيك كمان أهلا فيك غيدا كل سنة منشوفك ومنحكي على التوحد وبيضل لازم نحكي وبيضل لازم نعيد لأن فيه كتير أكتر وأكتر عم بتكون التوعية مهمة بس كمان المرض يبدو أنه يا عم بيزيد هلأ منشوف مع دكتور روزمالي يعني احنا صرنا عم نسمع أكتر شو اللي عم بيصير بفتكر اتنين سوا بولا يعني أكيدا نحنا فيه توعية أكتر دونك فيه دياغنوزز أسرع ومنفس الوقت عم بيزيد لأنه الجو اللي نحنا عايشين فيه الانبارمت نحنا عايشين فيه صار توكسيك أكتر سوف يمنى اتنين فيه تشخيص عم بيكون أسرع وبيئة ملوّسة وبيئة ملوّسة هون دكتور روزمالي العلم صار عنده جواب بهذه المسألة كل شي عم بيزيد أو هو الناس اللي عم تكتر فينا نحسون؟ فينا نقول أنه هلأ صارنا نعرف أنه فيه اشياء اللي بتخلي الشخص يكون عنده مثل استعداد يكون عنده توحد وفيه هيدول الأسباب هني أسباب جينية والوضع البيئة بيأسر يعني اتنين سوا مثلا الامرأة اللي خلال الحمل بيصير عندها اشتراكات أو وقت الولادي أو الولادي المبكرة ولما يصيروا بولد أو بجنين يلي عنده الاستعداد الجاني ساعتها منشوف أكتر وطبعا ببلد مثل بلدنا ناخد من بعضنا كتير لسوق الحظ بتزيد الحالي وعننا تأثير من الوراثي اللي كتير مهم بلبنان مثلا بالعالم الغربي عندك لكل أربع صبيان بنت بلبنان تقريبا اثنين ورات تقريبا واحد لأنه فيه تأثير الوراثي كتير قوي عنه وفيه كمان عم بتشوف النسبة أكتر لأنه الأهل ما عادوا متكلين أنه حكيم يقلهم فيه تأخر أو ما فيه تأخر هني صار عندهم وعي أكتر مع أنه بعد فيه شغل كتير ينعمل الجلوباليزيشن الانترنت البروغرامات على التيفي الانترويوز يلي بتعملوها الأهل صاروا مثل عندهم فعالية أكتر أنه هني بياخدوا الأمر وبيجيبوا الولاد كتير بكير ولما تعملي تشخيص مبكير طبعا بتبين النسبة أكتر وهوني بحب أقول لأنه هيدا شي كتير مهم لألي أنا أنه لما نلقطهم بكير والتدخل المبكر بعمر صغير بعد مدة 37 ل40 بالمئة يمكن يفقدوا التشخيص يعني خلنا نقول يشفوا ما يعيشوا بحالة التوحب بشكل دين هذا اللي بتقصدي ممكن واحد يكون عنده استعداد ويشفى 100 بالمئة أي في عندك مثل سبكتروم يعني عندك طبعا في أولاد يبقى بنعرف من الأول أنه وطئة المرض أخف من غيرها وبعدين منشوف التجاوب مع التدخل المبكر من فريق مشترك ملتي ديسبنري تيم ومنشوف اللي نعرف أنه كتير رح يتحسنوا خلال شهر بينحطوا بالنورسري بينعملوا إحاطة اجتماعية يعني نعم إحاطة اجتماعية مع التدخل المبكر المركز على النطق وعلى الحسي حركي والإنشغالي وتعديل السلوك لما تبلش يبكير ومنشوف التحسن نعرف أنه هيدا الولد اللي عم يتحسن بسرعة في عنده أمل يفوت بمدرسة عادة ويكمل حياة عادية بس طبعا لنا كمان لازم الواحد يعني هيدا أنا دايما بشوف مثل ما بيقولوا بالإنجليز الكبية نصف مليان بدل ما شوفها نصف دي طبعا لنا حالات يلي شوي أصعب وفيه تعب عليهم أكتر وكلهم بيتحسنوا بس نسبة التحسن بتختلف أكيد يعني التوحد فينا نعتبره هو نفسي أكتر ما هو شي جسدي عضوية إذا بنتك إنتي هون عم تحكي مع نيرولوجيست يعني كل شي جسدي حتى النفسي 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 لأنه فيه نقصة نقصة بالدماغ أو فيه مكان معين يلي مؤثر بقى إحنا بالنسبة لإلنا وبأماركا لما تاخد البولد بيقول نيرولوجي and psychiatry ما فيه اختلاف كله الدماغ كله جسدي يعني كله حلوة يعني كله صار بتاع تقدم ملموس ملموس ما فيه بقش كل ما يتقدم العلم كل ما نعرف أكتر يعني أنا واحد من أساتيستي كان كتير ما اهتم بالتوحد وأنا ما كنت كتير اهتم بالتوحد لحد ما جيت على لبنان وتفاجأت قديش النسبة عالية يعني فيه كتير ناس اللي عاملين شغل بمرض التوحد هن نيرولوجيس مش سايكايترس بس اتنينياتهم مؤهلين أنهم يهتموا أنهم يقدر يهتموا ويعالجوا بس الحكيم لوحده ما بيكفر هون أوبن مايند الجمعية كمان مهمة خلينا نقول أنه في كتير بحاجة اليوم لمساعدة خاصة بهيدا المجال لما يعني الأخصائي بيقلك أنه قبل ما كنوا يعتبروه أنه هيدا شي عضوى أو ملموس أكتر وأكتر كل الأمرات عم نكتشف أنه هي نقص معين بالجسم وبتخلي التشخيص يصير مختلف مع الزمن الجمعية اليوم شو بتعمل للأشخاص للعيال للي عندهم توحد للي عندهم دعم بتساعده صرته غيدا هلا أوبن ماينز بتشتغل على ثلاث محاور أول شي العلاج والتشخيص المبكر بعدين متساعد بالأبحاث العلمية والجينية اللي بتقوم فيها دكتور أبوستاني وثالث شي بالاندماج بالمدارس للإحتاجات الخاصة بأول شغلة اللي هي التشخيص والعلاج منقدم مثل باكجز للعيال اللي مش قدرانين بيجوا على الإيوبي مش قدرانين هنا يتكفلوا بحكمة أولادهم بيتقدم لهم باكجز حتى كل واحد حسب حالته لأنه أنا بدي أذكريك بشي بولا لأنه open mind مش بس بتشتغل للتوحد لكل دوي الإحتاجات الخاصة كل شي neurodevelopmental disorder بالرأس cerebral palsy down syndrome كل وضع بيجي دكتور أبوستاني ممكن تعدلك عدة أنا ما بعرفون بس كل شي بتعلق بالدماج بس ليه وساعة لنروح هالقد لأنه هالقد في توحد بس التوحد اللي حكى فيلك هو أكبر عدد وبعدنا عم نحكي نحنا وجهين لعندك قدي عم يكتر العدد قدي عم تشخص كل يوم كيسز جديد من التوحد مظبوط أنه هو أخذ الأكترية بس فيه غير قصة سوى لما بيجو بنعمل لهم تشخيص وبنعطاهم ممكن يكون فيه علاج ممكن يكون فيه فحوصات جينية ممكن يكون فيه دخلة مستشفى يعني وليش باكتش لأنه لازم ينعطى دور لحدا تاني لأنه مرات أو هالوضع ممكن يعد سنين ولأن ما فيكن تلحق وما فينا نلحق وإذا ما عطيتي تشانس لولد تاني بتظلك معلقة على هالكم عائلة واليوم نعرف أنه ولو عطيتي قلعت العائلة معك بالأول وتعلم وعرفتي عملتي للولد شوية هيدا الشي بيساعده بيقدر يكفي وبيقدر أنه يفوت على مدرسة يكون عنده ناس تاني عم بتساعده بس أنه هل تقليعة بتظلة كتير منيحة أحسن ولا شي فيه عامل وراسة هون بهذا الموضوع يعني فيه عيال أكتر من ولد عندهم عنده عم نحكي اليوم كنت عم خبر غيدة اليوم أنا كان عندي عيادة شفت 15 مريض سبعة منهم عندهم توحد منهم اتنين توم وعننا صار خمس عيال فيه أكتر من ولد هيدا هيدا المرده لشو علميا مرده أنه فيه جينات يلي اكتشفت بالغرب يلي مثلا بتكون فيه نقص بروتيين معين بالجسم هلأ عنا بلبنان واحدة من الدراسات اللي عم نعملها أنه نحنا كمان عنا استعداد ويراتي وأكتر من غيرنا مش بس لأنه مناخد من بعض لأنه الجغرافيا طبع لبنان جبل وعى البحر الجينتك ميك أب طبعنا مختلف وكل الأديان بيفتكروا حالهم أنه غير شكل عن بعضهم بحب كتير أعطي هالإكزامبل أنه مرة مرونية جوزت واحد شيعة من الجنوب وطلعنا على الجينت طبعهم كأنهم إخوة يعني كلنا عنا مشتركة شو حلو هالتصريح لأنه أنا لما بيحكوا على التنوع بصراحة بتضحك بتطلع بقول إن هيدا حجارة من نفس المقلع لا عنا أعراق مختلفة ولا عنا خلفيات مختلفة فهلأ عم بتقولي أنه اليوم حتى هيدا ما اسمه تباعد هيدا اسمه أنه كأنه نفس العرق عم بيتجوزوا وهيدا عم بيضيف لحالات التوحد بلبنان وكنت عم بقلها لغيدا نحن بالشكر الجزيل لأوبن ماينز عملنا أول دراسة اللي بتطلع على نسبة التوحد بلبنان واتفاجأنا عملنا دراسة مع الدكتورة مونيك شعية من الببليك هيلث بالأيو بي وداليا صعب اللي بتشتغل معها ولقاينا أنه النسبة واحد بي 68 بكل لبنان رحنا على البقاع رحنا على الجنوب رحنا بس عم بقلها لغيدا أنه في كتير من هالولاد يلي بفتكر إذا رجعنا عملنا الأحصى مرة تاني رح يطلع أكتر يعني كل مرة عم تحسوا أنه لا في بعض أكتر من هيك النسبة رقم بس أكيد ما في شك مخيف أنك تحكي اليوم بواحد على 68 كل ولد عم بيخلق رقم ما في شك كتير كبير يعني يمكن جمعياتكم ادفية تستوعيب والباقي الجمعيات عم تنسقوا مع بعض فيه أولاد منهم مغطيين نحن كل الولاد اللي عم يجوا على A.U.B.M.C عن دكتورة بستاني عم نجرب بقدر نغطيهم كلهم أكيد فيه أولاد أكتر وحيصير فيه طلب أكتر ونحن بالقالة اللي منعمله والمصاري اللي منجمع عم نقدر منخصص قدمة فينا سوأول سنة ما سعدنا الثاني سنة ما سعدنا الثالث سنة وإن شاء الله سنة يقدر نساعد أكتر منعمل قدمة فينا سوأدمة منقدر نساعد منساعد ومنتعاون مع غير جمعيات نتعاون هلأ مثلا فيه بروجرام اللي بلش بالأيوبي اللي هو بالتعاون بيننا وبين الداون سندروم أسوسياشن فتحوا مثل بروجرام على ثلاث سنين للشباب عندهم صعوبات تعلمية التزام الداون التزام الداون فتحوا بروجرام ثلاث سنين بالأيوبي بالجامعة بهو يعني صفوف مات انجليش عربي مع كومبيوتر الولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية بياخدوها صفوف منه بيكونوا مدموجين بالجامعة ومنه بيتعلموا شوية مع هالصفوف التانية سو هيدا البروجرام النعمل نحنا مع الداون سندروم ونحنا بشو سهمنا بعثنا الخصائيين من هون على هارفرد تدربوا هديك الصيفية وهنا اجوا عم بيساعدوا حتى عم بيساعدوا بغير ويركشوب بالمدارس للإنتيجريشن طبعا واشتغلتوا على المدارس كنت عم بسمع بالخطة عم بتقول انه فينا نعطي عشر متار غرفة لالولادة يعني نحنا حلمنا انه يصير كل مدارس لبنان مؤهلة مؤهلة يكون عندها كوتا صغيرة للذوي الحتياجة الخاصة عندهم لهلأ صرنا مشتغلين مع شي سبعة اثمان مدارس وفي مدارس على الخط الجديدة اكيد منساعدهم بالتأهيل بالتدريب منتأكد اكيد انه في continuity هتكفي مش انه نحنا استمرارية والحمد الله لهلأ يعني بكل سنة عم بيصير في تجاوب ومدارس اكتر متأملين انه مثل ما قلت لك يصير في ليه قررتوا تسموا open mind يعني عقل المنفتح هيدا العقل المنفتح اللي هو الهم والامل اللي منتمنى لكلها المستقبل ذوي الاحتاجات الخاصة انه يصير في عقل منفتح بها البلد لحتى يصير في اندماج كامل بالمش بس يعني ما تعود قضية الذوي احتاجات خاصة قضية عائلة ولا افراد بس صير قضية بلد مجتمع نحنا بدنا المجتمع يتقبل انا اليوم قد ما عملت جهدي بمدرسة وببيت وباكتيفتي مع ولد وعطيته اذا ما بقدر ابعته على الدكانة يشتري مع اشتلاف ليرة لح شوكولات بعرف انه محدا حيضحك عليه وحيرجعوله الفراطة ويرجع انا كيف بدي اتطمن انه عايش ببلد بقدر بقدر ربي فيه جيلك يصير كبير ويشتغل ويصير مستقل هون بدأ ارجع لعندك دكتور روزماري كنا عم نحكي عن هايدي الحالات وقلتلي انه قد فيه حالات نجاح لما يكون التشخيص مبكر بس تقريبا كل شي واحد بتطلع انه العلم لازم يوصل لمطرح باخد حبة وبصح يوم في حبوب كمان لهيد المسائل ممكن نوصل لمطرح يصير متل ما كان فيه امراض مستعصية وصارت كتير عادية وسهلة فيه كم دراسة يلي مولتهم open mind يلي عطونا نتائج كتير مهمي واحدة كنت عم بحكي انه بالغرب لقوا جنات وانا دايما بقول انه هون رح نلاقي غير جنات وبفضلهم فيه طلعنا بتمان عيال صرنا ملاقيين ثلاثة جين سبسيفك لللبنانية ولما تلاقي جين او بروتيين ناقص طبعا شو الامل الامل مثل كل الامراض الوراثية انه يصير فيه مثل علاج مثل لحتى تغلب عن نقص مثل بتاعتي انسولين للي عنده سكري وهيدي انت دقيتلي على وطر لما قلتلي نفسي او جسدي وانا بالنسبة لقلي كل شي جسدي عضوة ولحد تهلق لسوق الحظ بلبنان كلهم الانشورنس كومبينيز والضمان وكذا بيغطوا بس الفيزيكال ثيرابي يعني التمارين الفيزيائي وبس بس الولد اللي عنده توحد بده تمارين نطق يلي ما بتتغطى بده تعديل سلوك اللي ما بيتغطى بده انشغال اللي ما بيتغطى ونحنا هلق عم نعمل دراسة هلق بعد بكير بس لحد هلق نحنا اتفاجأنا بالنتيج انه في نوع وصلات تبع الدماغ لقاينا انه في نسبة كبيرة من الاطفال اللي عندن توحد بيكون عندن ابنورماليتيز او شواز بهال بالبراين وعم نعمل لهم ام ار اي مع دي تي اي وهيدا بالمشاركة مع دكتور رولا حوراني بالجامعة نعمل ام ار اي بالاول وسنة بعد الثيرابيز والضرر عم بيزول مع الثيرابيز ولي ما في لبنان لسوق الحظ عندنا دراسية اللي بره ما بتنعمل لانه مانا اثيكل بس هوني مثلا نعمل تشخيص منقلهم للاهل بدكون هيك هيك بيقطفوا بيرجعوا لنا بعد سنة يكون حالته سائد للولد يعني نرجع منجرب نفوتهم ويعني انفورتشنط لدينا شي خمسين ولد يلي منعرف شو التشخيص كان ووين كانوا ضيعتون على الطريق لانه مش ضيعتون عم نعمل تقييم لالهم يلي ما نعملوا ثيرابيز وين صاروا واللي عملوا ثيرابيز وكانوا بنفس النقطة تدروا تقارنوا هوني ليكون في براميترز بس ليه ليه منقتي كل بره بره لانه لانه كله كله مأمن بره ما في هالحاجة ما في هالحاجة هل ابنورم هل عدم خلينا نقول العاد اللي عم بيشوفوه عبر التصوير الشعيعي نحن عم نشوفوا ابداع احينا عم بيطلع من اللي عندهم التوحد ادي عم بتشوفي غيدا بي اوبن موينز مبداعين هنلي عندهم توحد هلأ في هاي فانكشنينج في منهم مبداعين منهم كتار بولا مش كتار وبيكون عندهم شي يعني يا بالموسيقى يا بالكمبيوتر يا بالرسم بالرسم يا هيك كتير شي حلو الواحد يقدر يكتشف بالولد شو الشغلة اللي ممكن يبدع فيها انا لليوم ناطرة اكتشف بابني شو يبدع ان شاء الله بس كل الولد بتحسي عكلين انه عنده احساس قوي قوي كتير ان كان للموسيقى ولا الاشياء الحلوة ولا للطبيعة يعني كلهم عندهم فيه احساسات كتير قوية فيهم بس المبدعين عادة بتلاقيهم بيختصوا بشغلة وممكن احساس اشخاص مرهفين هايدي حسب تجربتك الخاصة هن عندهم هايدي الرهافة نعم حساسين حساسين كتير يعني الولد اللي معه توحد شو ما كان الستيتش تبعه بيقدر يحس كتير منيح اذا هو انوجد بمحال مين الشخص اللي خايف منه مين الشخص اللي مرتاح حده مين الشخص اللي متقبله بدون ما يحكي معه بدون ما يحكي بتحسي من وشه من تصرفاته للولد انه حسك انه انت مرتاحة معه حده بتقدري تحكي معه كأنه ولد طبيعي ولا اذا عم تطلع فيه بنظرة انه شو هالشي الغريب بيحس تغريب بين ولد عادي ما بيحس ملفت هايدي بدأ اشكري كتير غيدة ربا تعوجودك معنا تستقبلينا وتشجعينا كل مرة تستحققوا كتير للي عم تعالوا لهالنقص الموجود عنا بكل المجالات فاقل شي نضوع جنعيات دكتور روزماري بستاني شكرا كتير ما في شك عم بترفع مستوى الأبحاث بلبنان لأن نحن الأساسيات ما عنا إياها فكيف يكون عنا مبالغ وأموال وميزانيات للأبحاث اللي هي ضرورية ومهمة وللأسف دي بعاد نحنا اليوم قريد شي كتير حبيته حطين ما بعرف وين أنه الجهل والفقر كوارث العلم والفقر اعتناء وقبول بس لما يكون في علم وفي مصاري بيصير في فعالية وبيصير في إبداع بقى أنا بشوف أنه بوجود بالقليلة لقصمة من اللبنانية اللي عندهم احتياجات حاصة صرنا نمبر ثلاث عم بيكون في فعالية عالية مظبوط وشان هيك تحية كتير كبيرة لألكون شكرا لك مرة جديدة لحيكون معنا بالفقرة المقبلة كمان بداع من لبنان أوبرا عبلة وعنتر يعود إلى المسرح اللبناني اللي احنا عرف أكتر مع ضيوفة مارون الراعي فريد الراعي ومكسيم الشامي خليكن معنا اشتركوا في القناة 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 صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شو بيختلف اشتركوا في القناة لبنان اشتركوا في القناة 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 لا يسمى انه صوت هيدا صوت عبد الحلم حافظ غلق ان احنا بالذكرى عم يحتفله. ما كان يعتبر. ولكن هالشارم اللي بصوته عطي جمال. هيدا اثبات لللي عم قول انه اي شخص بقدر يكون مغني. مش كل الناس بتقول بتقدر تعطي خامة ودع الصافة. بس بقدر غنى صح وغنى بزكا و بفن. وكمان اضيفه علي التقنيات اللي بيدرسها بالغنى اكيد رح بكون. طب عنا كل هالاوبيراليين خليني اقول ليه ما في عنا اوبرا لبنانية. اه نحن عنا اهم شي جهاز البشري. هيدا هو اللي خلينا نحنا نفوت عالموضوع و اه و ندعمه قد ما فينا. اه جهاز البشري هو اللي بي بيعمل حالة الاوبرا. هيدا اخدت نحنا هلأ ما منقول نحنا عملناها ولا نحنا اسسناها. نحنا عم نكمل مشوار مشوار بلش من مية وخمسين سنة. نحنا فكرة بهالمشوار اه وصلت لوقت صارت وقتها انه نفوت عليها. كل المقومات موجودة من الجهاز البشري الجهاز الابداعي كله موجود فيه. فالاوبرا موجودة. بس مش بالبيت مش بالحجر بس موجودة بالاتكار موجودة بالبشر موجودين نحنا هادرين وعملناها. نحنا اللي عملناه اللي عملناه سنة الماضية نعد ترنينج بوينت بالعالم كله. مش نحنا عم نقول عنه. هيدا بالعكس عم بتقول عنه كل الصحف العالمية يلي تابعوا الموضوع اقروا انه هيدا نقطة التحول. لقلنا كلنا سواء. فموجود. نحنا الاوبرا موجودة عنا. بس مش بالصرح. خلينا نشوف الجهاز البشري اللي عم تحكي عنه متجسدا بماكسيم شامي بلارا جو خدار. وبعدين نرجع نتابع حديثنا ونشوف شو لازم نعمل اللي يصير عنا اوبرا لبنانية. اخاف ولا يكون من حولي. ايون مرأة تحبني. ايون مرأة تحبني. ويكون مرأة تحبني. ايون مرأة تحبني. ايون مرأة تحبني. مايسترو شو هو شو قصة عبلة وعندر القصة اللي منعرفة قصة الحب من مئات سنين بس عم نشوفها اليوم باوبرا. هو ما في كتير خلنا نقول معلومات عن عبلة وعندر. صحيح. كتير قليل المعلومات التاريخية. طبعا اول شي الكاتب المعروف الدكتور اطوار معلوف. حب يبدأ الاوبرا باقصة هي من من صلب التراث العربي بما انه نحن عم نتجه نعمل اوبرا اول شي باللغة العربية. عنطر شخص كتير مميز بكفي ان هو حبيب وقصة الحب الشهيرة طبعا بتسبق رومي وجوليات كمان شاعر مثقف يعني والشاعر اللي كتبه عنطر الشاعر العربي بعد الحديث هلأ ما حدا قادر يكتب بهال بهالمتاني الادبية هايدي. وثالثا هو هالفارس الشجاع حتى لما كان جست هامد على الحصان خافوا منه. هالرب ان هو جدت. هالثلاث صفات هايدي والله يعلم شو بعد فيه صفات حتى بيقولوا انه رسول نبي محمد كان مرة ذكر باحد احاديث وانه هو كان بيرغب لو كان قادري يلاقي يقابل هالشخصية المميز اللي هي عنطر من شدات. طيب وكيف تحول الى اوبرا هو هيدا السؤال الكبير هون معكن انه اه كان فيه فيه ناص مين لحنوا وكيف اشتغلتوه. هيدا اللي شفناه كان بالبحرين أو كان بكازين الليبنان. كان بأول شي عمل بكازين الليبنان سنة الماضي وبعدين انطلعنا للبحرين. اول شي لعبنا بمالعبنا وبعدين نطلعنا لقرب بريت الليبنان لنشوف الوقع طبعه. فعلا الوقع كان جدا ايجابي واكتر ما كنا انو متوقع. هلا بخصوص الناس طبعا كل اوبرا بيكتب لشي بيسموه الناس الاوبرا اللي بيسموه ليبريتو. وهيدا بالفعل دكتور اونتوان معلوف هو كان رائد بهالمجال هيدا كتب بهالليبريتو وتلقيت بالصدفة يعني انا فيو للدكتور اونتوان هالشي اللي ما حصل للأسف من مئة وخمتين سنة مع مارون نقاش اللي هو يحضر بنابولي اوبرا وحب يجيب هالفن على لبنان وكتب نص اسمه البخيل موجود بعد وهيدا اقدم نص اوبرا ليبيشار الاوسط بالعالم العربي ولكن ما تلاقى بالموسيق اللي يعمل له هالموسيقى يعني تلاقى اللي كتب النص بفنا تلاقى الموسيقى الصدفة حمرت بعد مئة وخمسين سنة اتلاقى مع الدكتور اونتوان معلوف وفعلا كتبنا الاوبرا بحسب الترتيب العالمي للأوبرا بحسب الستاندرد العالمي لتكون فعلا اوبرا باللغة العربية. مستمرين بيعابلوا عن تر او عندكم مشاريع مختلفة للأوبرا؟ عن تر وعابلة ان الله اراد بدأت تستمر لوقت طويل هيدا هو الحلو بالأوبرا. الأوبرا بتعيش بتعيش مئة سنين فعن تر وعابلة احنا بنعتبره عمل ناجح كلاسيكي. كلاسيكي بيعمل تورينج بده ينحضر اكتر بلبنان هني من الكلاسيكي القصص اللي انا بفتخر فيهم كتير من قصص اللي بقدر احكي فيها شو عملنا بحياتنا نحنا واصحابنا والفريق الجهاز البشري الكبير اللي انا عطول بشدد انه هو اهم شي بالمشروع تبعنا. حتى من الناس اللي بيشتغلوا ورا الكواليس للكواير لانه كله قدم كله قدم مجهود من ذاته لخله المشروع ينجح. فعن تر وعابلة عنده عنده مشوار طويل. هون بدي اسأل مكسيم فيك تغني بلغات اخرى اوبرا ام عربي لبناني مهم اليوم انه انا اوبرا صحيح بس بهيد اللغة او هيدا ما بينطبق على الغناء الاوبرا لقصة اللغة. طبعا انا بلاشت دروسي بالاوبرا بكل اللغات العالمية اولها التلياني الروسي الالماني الفرنسي الانجليزي كمان. هلأ اللغة العربية هي لغة متل كل هاللغات. يعني كل لغة بده تقنية معاينة لتعملي لها ادابتاشن عهل عهل نوع الفن. وهدا الشي اللي هلأ عم بيصير. يعني هلأ اللغة العربية دورة تفوت عهل عالم اللي اسمه عالم الوبرا. وكل لغة الاتقنية. متل اللفظ كمان الغناء في الاتقنية. متفقل بمستقبل الوبرا بصراحة ماكسيم. يعني اذا منطلع اليوم نشوف شو اللي عم بنجم. منلاقي اللي عم تنجم هي امور اخف من الوبرا. هي امور سهلة الاستهلاك والسماع. صح. مقولة الجمهور عايز كده انا ما كتير بامن فيها. بس ما عم نشوفك اليوم. عم نشوفك اليوم بس طول عمرة موجودة وبكل البلدان. يعني مش يعني باوروبا البوب ارت ما بياخد رواج اكتر من الوبرا من الكلاسيكل الى ما هنالك. عنا نفس الشي. يمكن عنا اكتر بشوي لانه عم بيروحوا غرائزيا اكتر الى ما هنالك. ولكن دايما الفن الاصيل له موقعه. اللي بيعطيه ايمي هو التاريخ. يعني التاريخ بعدين بيفرجه. وشو اللي عاش وشو اللي مات. الوبرا صار لها اكتر من الارن السادس عشر وبعد ما ماتت. لارجح انه اكتر واحدة اثبتت استمراريتها. وانشالله كمان الوبرا باللغة العربية بتثبت استمراريتها لقدام. وشو مش ريعكم هلق بلبنان. نحنا. مستقبليا. مهرجانات ما مهرجانات هالصيفية ممكن نشوف الاوبرا بمهرجان. ممكن كتير. نحنا بيتباحث مع مهرجانات نحنا كمان حبين نحط الاوبرا نعملها سابتي باللبنان. عم نتحدث كير انه نطلع لبرا فيها بس بعده برأينا انه نحنا مشاركة طبع الجمهور اللبناني المجتمع طبعنا ننجح فيه قبل ما نسافر لبرا وشغل كتير نيحة. جبنا متعهد كان فيه صديق الايلي متعهد حفلات باماركا. قلت له ما انا ناخد اوبرا عن طرعب لانه فيه جمهور كتير كبير باماركا. كيف بنا نأكد ان هيدا الموضوع بيجي. انا راح اجي على افتتاحية طبع العرض. اجي والوحيد اللي طلب يقعد بالعكس طبع الجمهور. قلت له ما بسير دهروا للمسرح. عم بسألوا لأ بدي يشوف الجمهور. انا اذا بشوف الجمهور تعلق فيها انا باخد. وعن طرعب لها سرة هيك. من وقتها ما بتبلش فيها كل الجمهور بينشد لإله. يعني فترة ساعة وثلاث ما في ولا شخص بتحسيه الا ما هو يعني بيحبك بكل دقيقة بتقطع كل ما يتعلق فيها اكتر. لوقتنا وقت برم هو كرسته التابع على العرض. فهيدي من الشريط نحن بتخلينا اكيد نتحمس اكتر. بس بعده لبنان اذا عم بتقولي هل الى مطرح الاوبرا ما صار مجال يعني الاختباع تبعه. وهيدي هي نحن هلأ اني المجهود تبعنا انه نجرب نعرض على اكتر عدد معين نشرك فيها المجتمع تا ياخدوا هالأكسبيرينس هيدا ويشوفوه. يعني كتير مؤتنعين. بدي بسؤال اخير للمايسترو اسألك شو اللي بيخلي اوبرا لبنانية او عربية انها تقدر تكون عالمية ايضا. المستوى الكتاب اللي فيها مستوى النص اولا ومستوى الموسيقى هي اللي بيخليها تكون. هيدا بيأهل عن تار وعبلا انه بنظرك بتقييمك بتقول انه لأ هيدا عالمي او بعد بدنا شغل اكتر لا نسقول انه هيدا عمل عالمي. يعني هو بطوب ان من مات قال انا حاسس حالي ما بعرف شي بالموسيقى. نحنا ما مقدر يعني. ما فينا ما فينا اي. خليها هي الايام بتثبت اذا كان هالشي هو آآ عالمي فعلا. ولكن انا من برنامجي كاستبولا نحنا نحنا اليوم عم نحتفل بالزبط نحنا بسنة الف تسعمائة وسبعة وخمسين اتأسست الليال الليبنانية بيبعالبك. الليال اللي بيعرفوا انه هي اهم شي اهم حدا صنع الزمن اللي بسموه الزمن الجميل. وهو شو ارروا بوقتها? ارروا كل سنة المهرينات تنتج عمل او يكون بالي او يكون اوبرا او يكون اوبرا. وبالفعل تقلقوا الاخران رحباني وطلعت الاوبرايت وطلعت كمان اه عبد الحلم كاركالا بالبالي. واذا ما رجعت الليال الليبنانية اه ما رح يرجع الزمن الجميل. يعني اذا ما رح تكون الناس ناطره شي لن يأتي. بيكون الانحطاط. الليال الليال الليالي ترجع لحتى ترجع الصناعة الليبنانية ونحنا عم نبادر تنرجع نحية الليال الليالي وهي ذكرى الستين. والصناعة الراقي. صحيح. بيكون الانحطاط غلب. صحيح. على كل الصعود. شكرا لعوجودكم معنا. شكرا لح نختم نحنا كمان بمقطع من اه عنتر وعبلة بعتقد من البحرين. ومن ثم اه سينضم الينا المحاسبون هيد القضية اللي صار ما نحكي عنا كتير لحد هلأ ما الى حل. خلنا نشوف ليه وكيف معن. امن نحرص ان يكون العرض الاول عربيا. وان تأتي هذه الفرقة المميزة من لبنان الحبيب الجميل المتألق على الدوام. الذي دائما نفخر بعروضه ونفخر بمواهبه. احنا نشعر اليوم بفخر كبير في القيقة. رفعت من مستوى قصة تراثية عربية الى المستوى العالمي. يعني شاهدنا مستوى من العقي في الفن وفي طريقة الاداء وفي الغناء وفي الازياء وفي كل الالوان. كل الشعور كان شعور في مستوى السامي جدا. وانا بدي اشكر الشيخ مي. الحقيقة كل الخير يأتي من خلالها. وهذا الربط المهم جدا ما بين الثقافة ومبين السياحة في يوم السياحة العربي. هذا ربط مهم جدا. هذه افضل رسالة ممكن ان نوجهها للعالم. العمل رائع فعلا. حضور وكلمات والحال. الجمهور هتف بفرحته بطريقته. برافو. شكرا للبنان. اعتقد انه هذه الاوبرا هتوصل قصة عنتر بطريقة للجيل الحالي بشكل مرة جميل. انا اتمنى انه هذه الاوبرا تترجم وتنعرض في دول العالم. لانها من حيث الانتاج والاداء مستوى مستوى عالي جدا. بالتالي اتمنى انها تطلع برا العالم العربي. ويت فضيعا. كنت كلش عجبت اول مرة تشوف قبرة العربية ويت عجبتني ويت فضيعا. هذا المرحب نتجم من جيبان. ومعنى جميلة جميلة. اعطي انهم الانتاج والتوارات في جيبان. اعطي انهم جميلة جميلة. نتابع هذا اللقاء مشاهدينا قضية باعتبارها انا قضية انسانية. اكتر من اتصال اكتر من تواصل صار مع تقريبا كل وسائل الاعلام. قضية المحاسبين في شغور كبير في الادارات الرسمية. ونجح اكتر من 220 شخص بمباراة المحاسبين. 130 شخص 163 شخص تقريبا لازم يلتحوا بمراكزهم لحد هلأ ما عم بيقدروا يلتحوا فيها لأسباب مذهبية وطائفية على ما يبدو. خليهم يفسروا اكتر عن انت شرحها. بدي رحب فيك محمد سيور شيرين سمر الطبشي اهلا وسهلا فيكم. انتو شيرين. انتو نجحين لكن عن مباراة المحاسبين بالادارات العامة. شرح لي شو القضية. القضية انه نجح بالبداية ميتان وعشرين شخص. كان المرسوم بده 163. اخدوا 163 ورجعوا اخدوا واحد لانه في قانون مشان المعاقين. اخدوا واحد صاروا 164. بعد فترة اجي دورة للميلية. المية وثلاثة وستين قدموا على الميلية. نجح منهم 48 شخص. هذول 48 شخص انتقلوا على الميلية. صار في شغور. مجلس الخدمة المدنية اتصل فينا بشهر 4-2016. مشان يعملنا مرسوم. يبعتوا على مجلس الوزراء. لحتى يلحقونا بدل 48 شخص. نحن 55. تخلف 3 وكان في شغور. عملوا مرسوم لل55. مرسومان واحد ب52 شخص. واحد ب3. طلع المرسوم على مجلس الوزراء تقريبا بحوالي شهر 6. زلت فترة شي حوالي شهرين. نحن عم نقول انه هيدا روتين اداري. هلأ بعد فترة بيمضل المرسومة ملتحق بوظايفك. نطرين تلتحقوا بوظايفك. نحن قلنا شي سنة يعني ان منتظرين المرسوم طيب مضى. وبعد عدة استفسارات واسئلة وهيك. عرفنا ان المرسوم مش عم يمضى يعني في عرق عليه من معاري الوزير جبران باسيل. بعد قصلنا نحن رح نتوجه نصب عدة نواب ووزراء واخر شي كان توجه نصب معاري الوزير كبارة. وزير العمل. وزير العمل. اللي كتير ساعدنا مشكور. اول مرة كان حكى الوزير جبران باسيل قال له معي الوزير حدرس الملف. رجعت من مرس احدنا قال له درست الملف وفي انه هني قصة سنتين ما سنتين ومش قانوني قانوني. الوزير كبارة اتصل برئيسة مجلس خدمة مدنية واكدت انه موضوعنا نحن قانوني 100% ومش مزبوط قصة السنتين لانه نحن مرسولنا نطلع من قبل مدة السنتين. ومن احنا ما اصلا مدة السنتين ما بتنتبع علينا. فنحن قانونيين يعني اثبت له. هدي سيدة فاطمة السايخ. اي رئيسة مجلس خدمة مدنية. وبعد هيدا رجع كلف وزير العدل. الوزير العدل انه يدرس الملف بطريقة قانونية. كان الجواب انه في بس انه ما كان انه دراسة قانونية. عدد المسيحية. عدد المسيحيين النجحين هنه اربعة او خمسة من اصل. اربعة وخمسين من باقي من الطواقف الاسلامي. بس. هاي كان الجواب. وهيدا خلينا نقول انه فئة رابعة. فئة رابعة. لا تخطع للطايف. لا تخطع للتوزيع المذهب والطايف. لا تخطع للتوازن الطايفي. للاسف احنا جربنا بطير يكون عنا وجهة النظر الاخرى لنقدر نسمع منهم. يعني خاصة لمعرقلين هذا المرسوم. كان وزير وسيل او حدا بينتدبه. او استيس ليس بو صعب. يبدو انه وفق الاستيس توني ناصر الله المحامة المقرب من طيار الوطن الحر. او بعض طيار وطن الحر ما بعرف. استيس توني مسار خير. لا يعني مثل خير يعطي. بعد اكت بالطيار. لا ما كنت اعلم بها في مرطات بالطيار. انا هون هبقى يتعلوني. وكان ثماتي كثير. بس يعني بعتقد هون مني عم بسمع مظبوطي ريت بتضبطولي الصوت. بعتقد انت بتدافي عن وجهة النظر هذه. التي تقول انه اليوم في اربعة او خمسة مسيحيين نجحين. قانونا شو رأيك بالموضوع؟ انا برأي اذا كان المباراة قانونية وكل شيء قانوني يجب طويل. توقيع هذا الملف بغض النظر. بس انا السؤال يجب يطرحوه. يوم الغير الشربي بمجلس الوزراء عم يتفوا على يطعم لي مليارات الدولارات. يعني شفنا كيف طفت الكهربا مش حالة وغيرها. طب ما هود الناس البشر هود الناس لبنانيين. يعني بالفعل لو في توفق سياسي كنت توقعت. بس الموضوع لحظة استيس توني نحنا متفقين عن الموضوع قانوني. ومعروف ان الموضوع قانوني. المشكلة سياسية هون برأيك المشكلة هي بالسياسية وانت عم تقول انه لازم يمشي ما هيك؟ انا بقول لازم يمشي بس انا اللي عم قوله مين عم يعرق له. يعني انا برأيك مش الوزراء كله سوا عم يعرق له. لانه بعتقد هذا مجلس هذه الحكومة لو فيها محاصصة هيدا الموضوع كان متوقع. متل ما عم تمشي الامور هاك اللي انا احكي فيها. انا هيدا اللي بشوفه. ما بدي حمل طرف ضد طرف. وانما اذا كان موضوع قانوني فيجب ان يمشي. شعبيا. شعبيا اليوم في طرف بيعتبر انه بيربح هو اذا لو منه كحق انساني شي معيب. وفئة رابعة ما بينطبق عليها هذا التوزيع الطائفة. ما في ستة وستة مكرر. البعض بيعتبر انه لا هيدا شغلات بتاعت شعبية. ببعض الطائف ما في ستة مكرر الا بالفئة الرابعة الا بالفئة الاولى. هاي اكيد معروفة. وانما اليوم كمان بدنا نشوف ليش في فئة شعبية تنتمي تحديدا للطائف المسيحية ما عم تقدم للدولة. كمان هذه مدة دراسة. وكمان بدنا نشوف كيف عم تتحدر تتقدم. يعني بالفعل استاذ بولانت اليوم فتحتي موضوع كتير اساسي اليوم بالتوزيف مع الدولة. مش فقط قضية خمسين او اربع وخمسين شب. ليش في ناس ما عم يقدموا على الدولة اولا. كيف عم يتقدم. بس هادا هلأ نحنا عم نحكي بهذه القصة. شو زنب النطريب. معك حق. صدقيني معك حق. بقلنا ما ازا ما في اخد هذا الجزء غير ما احكي عن الكل. في عدم سرقة اليوم بهذا الموضوع. وهيدي شغلة الاحزاب اللبنانية بشكل عام. والاحزاب المسيحية بشكل خاص. انه تشجع الشباب في فوتاعة الدولة. تقدم له موتيف. تعمل له الامور. كل هايدي الامور هي مسؤولة عنهم. مش بس يتقدم ما يتوقع هيدا المرسوم. يعني انا اللي عم بحكيه كتير منطقي بعتقد وكتير وكتير مظهوط. وان وانما الفكرة هي هون. بعد اكتر من هيك. انت حضرتك تعرفوا كل الناس بيعرفوا اليوم انه. مش بس الموضوع طائف ومذهبي. حتى عم يسير موضوع مناطق اليوم. صحيح. قداش في المنطقة عم ينجحوا. قداش في المنطقة عم يخسر. يعني ممكن لو نجحنا هذا من منطقة معينة ومسيحية. ما كانوا بيتاخدوا. وانما كان مفروض ينجحوا من منطقة معينة اخرى. كانوا بيتاخدوا. هايدي القصص اليومين مع الاسف. بدي اشكرك استيستوني. ان شاء الله بتكون معنا بحلقات قريبة. الصوت منه كتير واضح. بس اللي واضح بالنسبة للي. انك ما عم بتدافع عن وجهة النظر الاخرى. التي لا تقبل التوقيع على هذا المرسوم. لأسباب طائفية ومذهبية. وقت اللي هؤلاء نجحين نطرين. نطرين انه يطلع هذا المرسوم. بمسألة ما فينا نفوت فيها الطائفية والمذهبية. لانه ديموغرافيا بده تروح باتجاه معين. معيب اللي عم بصير بحق هؤلاء الشباب. مبعرف بديك تضيفي شي شيرين. بدي اقول انه مجلس خدمة مدنية هو سلطة قانونية. يعني مرسوم صدر عن مجلس خدمة مدنية. يعني مية بالمية حيقوم قانوني. وهو الإدارة الوحيدة اللي حتى اليوم هي بيلجأ إليها الإنسان حتى يتوظف المواطن اللبناني اللي عنده كفاءة اللي يتوظف إلها. فنحنا أصحاب كفاءة. نحنا أصحاب كفاءة. أصحاب حق. أصحاب حق. نحنا بدنا نقول انه نحنا شعارنا اليوم الحق ما بيموت. الحق ما بيموت. لكن سنت انتخابات ممكن سنت الجاية بعد الانتخابات تنحل هيدا المسألة. يعني هلأ الشعبوية ظهر بك. أنا منتظر أصدر حد الانتخابات في ناس عندها. الله يساعدكم ما يكون بعوية. يعني ما بعنش بدي أعملكم. ما بعنش بدي أعملكم. في ناس خسرت شغلة. ما كشير. في ناس خسرت شغلة. في ناس عندها عيال. في ناس منتظرها. أه استاذة بولا نحنا كل فترة بنا نوعد من وزير من نايب انه خلاص حيم مضى. وكل جلسة بيقولونا حيم مضى وخلاص انتظروا. ونحنا بنقعد بالجلسة على عصابنا ونجري اتصالات وبيكون بعد ما فيه. طب نحنا بنقولك يا معالي الوزير. نحنا لبنانيين. معالي الوزير جبران بيسين. نحنا مواطنين لبنانيين. ولبنان للجميع. نحنا بتريد أنت على أي حدا أنه يقعد هاك ينتظر. ينتظر أنه أنا موعود ومتأمل بديوين مضى مرسومي وهيك وبيطلب من كل فترة كل فترة عم عايشنا على عصابنا. نحنا ناطرين. في شباب ناطرة بدأت بني مستقبل عندها عيل. عندها هدف في الحياة بدأت بنيه. لا طبعا أنه كمان ما فيه جواب. يعني ما حدا عم بيقلكم مثلا. ما فيه جواب شافي بساك. أنه سنت الجي هيت السني. إذا تقدم عشرة مسيحيين منقبل بالموضوع. ما فيه أي جواب. ما فيه أي مخرج. ما فيه مرسوم. مع العالم أنه الأخوة المسيحية عم يطالبوا بيحقهم وعم يروحوا عمرجعياتهم ومشتكتين. الخمس النشحين معكم. ايه. عم يطالبوا بيحقهم معنا. طبعا. وفيه زميلتنا مدونة بتقول أنا. حالي نقلك حتى لمنه حتى مع زميلتكم مدونة اللي هي أكيد عبد شيريلي إنها مسيحية. مسيحي أو مش مسيحي موجود بالمرسوم أو مش موجود. هيدا حق لقلكم. انتوا تقدمتوا بمباراتوا ونجحتوا. طبعا. وطلع يعني مفروض ينمضى المرسوم. وهيدا شي معيب بحق. بس. هيدا المزيد السياسية عم بتكره اللبنانيين ببعض. خلنا نقول هالشي. هيدا معيب. وما بينحط لاب ظهر المسيحية بالجملة. هولي أطراف سياسية بتصرفوه إذا بتصرف. تفضل اختوم. يعني أنا بس إنه حابب بضيف شغلي إنه هيدا الهوية. فرجيني هويتك اللبناني. ما عندي شك. يعني هيدا على أيام الشهيد رفيق الحريري العملات. ما علي يا مذهب. طبعا. يعني عاملوني على أساس هالهوية بس. بدك تشيلها من المزيدين السياسيين اللي حيخربوا البلد مرة جديدة. ويخدونا على حرب أهلية. يعني أنت قد نخلص من قصة أنا بضم صوتي للأستاذ اللي حكي عن المحاصصة. هو فعلا. أنتوان نصر الله طبعا. نعم. هو فعلا لو في محاصصة لو في مرسومة مقابل مرسوم كان مرأة. لو في منطق تمرق الأمور. إيب نحنا. لو في شوية منطق وزرة أخلاق. يعني أستاذ بولا نحنا للمقايدة أو للموسا وما صرنا بهالبلد. نحنا شعب بدوا يعيش. هيدا حقنا. عنا اعتمادات. عنا معاشات وقعدين بدون شغل. نحنا عم نوعد لما اتصل فينا مجلس خدمة مدنية تأملنا ونوعدنا. يعني من وقت ما اتصل فينا. يعني مواطنين رهيئن في هذا البلد إلى أن يصبح البلد حقيقي وفي مواطنة حقيقية. مش هذه التقسيمات الموجودة والمزايدة الترورية قبل الانتخابات. نعم بس التيار الوطني الحر بيقول الهدف الرابع للتيار الوطني الحر. التربية على المواطنية من أجل تحقيق المساواة بين اللبنانيين. ووضع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية. وفصل الممارسة السياسية عن الدين. سعيا إلى الدولة العلمانية. طب أنا بدي أقول له معالي الوزير. أنت كل يوم بخطابتك العظيمة تتحفنع. نحن نسمع ونقول مثال التكلم ومثال المواطني. بالعالويقة ما في شيء. نتمنى أن الكلام يوثق بفعل. هذا أخر شيء. نحن بس كلامك بدنا يوثق بفعل. نحس نحن أن حبنا لك. عطينا إياه أنت. خليني أقول أنه عندما تحاولت كثير إخدوش نظر تانية. أنا أتأكدت أكتر أدي قضيتكم محقة. لما ما لقيت حدا يدافع عن وجهة نظر مذهبية وطائفية. صرفة بوظائف فئة رابعة. ما أدموا علي المسيحيين. وهذا ما ألكن زنب أنتوا فيه. بدأ أشكركم عوجودكم معنا. وإن شاء الله أزمتكم يعني قريبا بتنحل. خاصة بعد ما وصلتوا للإعلام. بتمنى أكتر وأكتر أعلميين وصحفيين يهتموا فيكم. شكرا إلك محمد سيور. شيرين سمير الطبشة كمان. أهلا وسهلا فيكم. شيرين. شعم بتصلحي لي. بقول شيرين بتقولي لي شيرين. شيرين. قلت يا أورشي سامر بالغلط. شكرا إلك بعتذر منك. أهلا وسهلا فيكم. فاصل المشاهدين ومن ثم لياس أخلاط ومهرجان ترابلس السينمائي بيكون ختم مستق مع أستاذ لياس. متشوفكم. شكرا. 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 أنا جورش نصر. بدعيكم كلكم تشو على رابع مهرجان الأفلام بترابلوس. أب السينما اللبنانية جورج نصر شفناي عم بدعينا إلى مهرجين ترابلوس منقلك أهلا وسهلا فيك منظم هذا المهرجين للسنة الرابعة أستاذ الياس خلاط شوفي السنة السنة مهرجين لرابع مرة على التوالي مثل كل سنة مصابقة أفلام قصيرة وطويلة روائية تحريك ووسائكيات في أنشطة كثير على مدى 8 أيام كمان من دار ما دار الفستيفال اللون علاقة بروحيته بنعرض بالصليت ونعرض خارج الصليت بالهواء الطالق كمان نطلع خطوط التماثل الأديمي سنة قبي جبل محسن والسنة هي تريبيوت لجورج نصر متل ما شفنا أول لبناني رح على كان أول لبناني درس يمكن بيو سي أل اي أب السينما اللبنانية سميته كيف حد تكون هذا التكريم لقاله جورج هو رئيس الفخري أنا بعيط له جورج بسبح لها في ساعة عيط له جورج جورج هو رئيس الفخري للمهرجين من أول ما تأسس جورج هو ابن طرابلوس وبالتسائب السنة هو أنيفرسار الستين لأول فيلم لبناني بمهرجين كان يلي هو فيلمه إلى أين كان اسمه وقته ففي كتير ناس في لبنان عم بتكرموا السنة ونحن كان قلنا إيد كمان بهذا الموضوع وحبين التسنية تكون سنتو مشين هيك كل الفيجولز اللي إلي عليها بالفاستيفال هي صورته هو حلوين كثير عكل حال تك شوفناه هون هون وبذات الوقت ما لازم ننسى أنه جورج بهذا الفيلم إلى أين كان أول فيلم لبناني بيحكي لبناني العامي يعني الداريش اللغة المحكية صحيح وهذا الفيلم اللي وضع لبنان أصلا بدكسونير السينما هيدا الفيلم بيحكي عن شو هجرة عن الهجرة اللي هي حياته للبناني والسياة فلاب لليوم السياة ظابطة ومش هي للأسف للأسف عم بتصير حلم هلأ يعني لكل شاب متخرج وشابة هي هذه هي الهجرة ولا حد هلأ متغيره صحيح لحين عرض هيدا الفيلم يرشع صحيح هيدا الأساسيات إلى أين لبتتة رانجي لأنه في فيلم ناطق بالفرنسي والمطلوب رجل واحد الأهم ثلاثة أفلام روائية عملون حينعرضوا ريتروسبيكتيف بالمهرجين على هيمش المهرجين يعني ضمن أيام المهرجين بزيت الوقت في معرض صور كتير حلو حيكون عن الماكينج أوف تبع أفلامه بالأسود والأبيض عم نحكي عن شغلات بالستينات والخمسينات والستينات عم بتطلع عم شوف أنه تيفي سانك هو أحد الرعاة لحيدا المهرجين ترابلوس السينمائي والإنستيتيو الفرنسي يعني بإطار الفرنكوفونية عم بيكون هذا المهرجين أم هلأ سيئة بيت لأنه في فين فرنسيوي السنة فقط ما لا سيئة بيت أنه قدرنا عملنا اتفاقية اتفاقية بروتوكول تعاون مع تيفي سانك موند مشان هيك الناعم بيغطوا صراحة الأستيو فرنسي هو شريك دائم من أربع سنين موقف المسابقة فيها أفلام من كل البلدين بس يمكن مثل ما قلت مزبوط في جزء مهم للبلدين الفرنكوفونية إن كان أوروبا أو أفريقيا أو الشر الأوسط في خمسة وأربعين فيلم لحي تنفسوا في هذا المهرجين لجنة التحكيم بترقسها فيليب عرق تنجي المخرج اللبناني الشهير اللي هلأ عنده فيلم بالصالة اللبنانية الأعضاء كمان في جوليا أصار في هادي زكاك النقد السينمائي أحمد شوقي المنتج المبرمج اللبناني سام لحود يعني ناطرين السنة مهرجين على مستوى عالي خلنا نقول بيت رابنس عم بيكون في مشاركة خارجية خارج المدينة أكيد أكيد كرمي لك سنة عن سنة عم تقوى أنا حاسس سنة في زحف بيروتي حيكون كتير مهم على الفستيفال في حضور أجنبي كمان ما بننسى متواضع بس صار فيه إجر على المدينة فيه كتير مخرجين مستقلين أو منتجين مستقلين عم بيجوا على ترابلس مع الفستيفال مع أفليمهم أفليم ستعرض مجانا؟ أكيد كل فعالياتي مجانية وين اللي حتكون كلها محصورة بنفس المكان؟ المساواة الرسمية حتتنعمل بين الرابطة السقافية بطرابلس وبيت الفن بالميناء مركز العزم السقافي بالهواء التطلق عنا على خطوط التمسق ديمة جهة لبه بمركز جمعية شيفت على الروفتوب البينية تبعون فيه بغرفة التجارة عم نعرض سمات كمانا في خارج المسابقة في عنا وصائكيات قصار بين عرضوا نزاعات و ريفجيز ريفجيز and conflict لجيئين ونزاعات في شغلة كتير مهمة يصرنا من هذه السنة مبلشينا كمانا بالفستيفال هي المنتدى المنتدى يلي بيوضع على مدى يومين أو ثلاثة اختصاصيين توب روفيشنل لبنانية وأجانب مع شباب أول طلعتهم بعالم السينما حتى يعملوا تشبيك ويتناقشوا هيدك السنة قدر المنتدى دعم ثلاثة أفلام هالأفلام اليوم عم تتبيرها بالفستيفالات العالمية موجودة عم بتلاقي حالة بصير كوي وإن شاء الله المنتدى السنة كمانا حيعمل نتيجة أحسن من هيدك السنة أهل ترابلس اليوم اللي عم بيحدروك وعم بيتابعوك وحضرتك سيكن خلينا نقول بترابلس كيف بيستفيدوا من هيك مهرجين وكيف نظرتهم له خاصة أنه أخبار ترابلس أكتر شيء اللي بتتغطى للأسف هي عادة أخبار ملنة حلوة ملنة منيحة حرب وضرب هلأ رأيت عكل حال بس بعد لحد هلأ حتى بمسائل العليقة بالتطرف وبغيره يتم الإشارة إلى ترابلس والتخويف منه ما بدنا نكون صادقين مع نفسنا فيه تهميش كتير كبير عانت منه المدينة لفترات طويلة السقافة أكيد هي أكتر شيء بتتأثر من أوائل الشغلات اللي بتتأثر وهي يمكن آخر شيء بترجع بتقلع بعد ما يكون فيه مشروع تلمي إذا بدنا نقول مظبوط اليوم ما بقى فيه طلب على السينما كنوا كعين 29 صالة السينما تاريخية مكفلين بمدينة ترابلس ما فيه طلب بس وين ما كان خلال نقول مش بس بطرابلس يمكن بطرابلس أكتر برأيه 29 صالة مسكرة فيه صالة واحدة شغالة حديثة بس هيدا السيركويم شغال يعني فيه طلب عليه أو كمان بتحس ليه الناس ما عم تحضر سينما عم تحضر ببيوتها لا فيه هموم آخرى فيه فقر كتير فيه الأرقيلة فيه مشاكل كتير سقفية بالبلد للأسف سقفة الأرقيلة سيطرت المؤسف الشيء المنيح أنه نحنا الببليك عم بيكبر سنة بعد سنة وإن فتاحنا للمحيطنا عم بيكون كتير مهم مش ناك المهرجان عم بيستقطب من محيط أعداد كتير كبيرة من اللبنانيين وهذا المهم هيك عم نوصل للهدف البدنية أنه نرجع نتسوق مدينة ترابلوس لأنه كانت معروفة مدينة التسعة وشرين سينما في عنا سينماات فيهم تسعمائة كرسي بطرابلوس وللأسف اليوم عم بتقول أنه مكفلين سينما واحدة مش عمنا ومنا كتير ماشي ومنا مش غالي مزبوط والفتاحية لألك شكرا لألك ترجع تذكر الناس أنه سينما شغلة حلوة هي يمكن أسهل أنواع السقافة المسلية الحلوة بنفس الوقت اللي بتخلي الواحد يطلع على شيء بطريقة سهلة وسلسلة على المناطق الشعبية منعرض بالهواء الطالك كمية العالم اللي بتحضر مش طبيعي البلكين كيف بتطوي وعلي عالم الدراج كيف تنتلى دغري إن شاء الله نرجع نشوف هيدا النهضة إن شاء الله نرجع نشوف هيدا النهضة إذا في عطش عكل حال بيكون في أمل إنه هال هالإيبنت سيخذه مساحة اللازمة والضرورية عكل حال ترابلوس فيها مجتمع مدني كتير حي وكتير فعال تحية كتير كبيرة لألكم لجميعا ولأهل ترابلوس وإن شاء الله بيكون المهرجين ناجح شكرا على وجودك معنا أستاذ اليس أهلا وسهلا فيك أنا بدأ اختم مشاهدينا كمان لح نختم بقراء لح نبقى مع المهرجين وبشوفكم أسبوع المقبل إلى اللقاء ترابلوس بتفكرني بلدي اسكندري نفس الشكل ونفس البحر ونفس العادات والتقاليد بتاعت الناس وسعيد جدا إن برضو ترابلوس تعمل فيها مهرجان سينمائي وأتمنى إن أنا دائما أكون موجود في مهرجان ترابلوس لإن أنا من أنصار إن المهرجانات متتعملش في العواصم فقط أنا اليوم كتير كتير مبسوط إنه مهرجان سينمائي في ترابلوس وفعلا بقدر المجهود كل يلي يشتغلوا عم بيخلوا هالمهرجان نكمل وبتأمل الجمهور ينبسط بالأفلام اللي عم بينعارضوا وهيدا المهرجان بسطني لأنه جبرني أرجع وإرجع شوف ترابلوس مت ما بعرفها من عشرين سنة يعني ترابلوس عايشة ترابلوس عندها سقافة أكيد اليوم أنا كتير مبسوط كون بترابلوس تكوني من ترابلوس وحبيت السينما بترابلوس وأنا هلأ بيشتغل بالسينما من وراء الحلم اللي ربي بي سينماية ترابلوس الأديمي منيح نرجع نشوف أفلام عم تنعرض بترابلوس لأنه ترابلوس بحاجة تشوف أفلام سينما ترحب كان جميل وبسعدائك فعلا الفيلم يعني يا رب طبعا يعجبكو ويا رب نشارك بأفلام تانية وفعلا مرسي على الاحتفال الجميل ده والتكريم الجميل ده الفيستفال ترابلوس هو ثالث سنة ليه يمكن لسه مش كبير قوي بس أنا أتمنى أنه يكبر ويكبر للسينين اللي جاية لأنه فيه شغف وحب للسينما كبير جدا أنا حسيته ولمسه النهاردة من مدير المهرجان من كل المتطوعين اللي في المهرجان فيه حب للسينما يعني ده أكتر حاجة هم عبروا عنها وبيعملوها من خلال المهرجان ده وبيحيوا كده مدينة ترابلوس اللي احنا أول مرة نزورها وأكيد فيه فنانين كتير تانين حيزوروها بعد كده أتمنى مزيد من النجاح أتمنى أن كل الدورات القادمة تبقى بقدر قوة الدورة دي ويمكن أقوى كمان بس يعني لو وصلنا للوصلنا للجلاتي يبقى شيء هايله تريبولي جيداً لك وفي سنة أخرى أخرى لأنني أحبها اشتركوا في القناة